شهد سموشي خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامة لرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سباقات موهوبي رياضة السباحة وأقيمت السباقات ضمن مبادرة تعليم وتدريب السباحة لعشرة ألاف طفل وشاب خلال عام والتي أطلقتها اللجنة الأولمبية بالتعاون مع اتحاد السباحة وذلك بمسبح الاتحاد بمدينة عيسى ولدى وصول سموه كان في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ عيسى بن علي من خليفة الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد البحريني للسباحة المستشار الدكتور محمد مجبل وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومدراء اللجنة الأولمبية وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن سعادته الكبيرة بمشاركة هذا العدد الكبير من السباحين في مبادرة تعليم وتدريب عشرة ألاف طفل وشاب خلال عام والتي تأتي في إطار حرص لجنة الأولمبية البحرينية على دعم الاتحادات الوطنية ومن بينها اتحاد السباحة الذي يعنى برعاية هذه الرياضة الأولمبية المهمة وأضف سموه أن رعاية المواهب الرياضية تحظى باهتمام بالغ لدى اللجنة الأولمبية البحرينية حيث وجهنا بإطلاق برنامج صناعة الأبطال والذي تندرج من خلاله هذه المبادرة إيمانا منا بأهمية توفير الدعم والأجواء المثالية أمام الموهبين للتميز والعطاء لتخريج كوكبة من العناصر الواعدة لرفض منتخبنا الوطني في مختلف الألعاب وفي مقدمتها لعبات السباحة التي تعد واحدة من أكثر الرياضات الشعبية وأهمية وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بما وصل إليه البرنامج من مراحل مشيدا بالجهود التي بذلها الجهاز التنفيذي للجنة الأولمبية واتحاد السباحة لاستقطاب أكبر عدد من السباحين والسباحات مؤكدا أهمية استمرار البرنامج لما له من فائدة في تعليم وتدريب السباحة ليس من أجل الرياضة فقط وإنما للحد من حوادث الغرق وأكد سمو استمرار اللجنة الأولمبية في دعم الاتحادات من خلال برنامج صناعة الأبطال لتمثيل المملكة خير تمثيل في مختلف المحافل الخارجية وقبل بداية الفعالية قدم رئيس الاتحاد البحريني للسباحة لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عرضا عن آخر المستجدات الخاصة بمبادرة تعليم وتدريب عشرة آلاف طفل وشاب من كلا الجنسين حيث بلغ إعداد الأعداد المتدربين أكثر من ستة آلاف سباح وسباحة منذ إطلاق المبادرة بشهر يوليو الماضي وهما يعني الوصول إلى حوالي ستين بالمئة من الهدف المنشود خلال حوالي أربعة أشهر فقط بعد ذلك تابع سموه سباقات السباحة للمواهب والعروض والسباقات التي قدمها السباحون والسباحات من الأطفال وسط تشجيع حار من أولياء الأمور لهم وفرح عارمة بحضور سموه للمتابعة أبنائهم وفي نهاية الفعالية قدم رئيس الاتحاد المستشار الدكتور محمد مجبل درعا تذكاريا يحمل شعار المبادرة تقديرا وعرفانا من الاتحاد بدعم سمو الشيخ خالد لرياضة السباحة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة من منطلق الاهتمام بالأطفال والشباب في مملكة البحرين جاءت مبادرة سباقات موهوبي رياضة السباحة لتعليم وتدريب عشرة ألاف طفل وشاب خلال عام والتي أطلقتها اللجنة الأولمبية بالتعاون مع اتحاد السباحة لإعداد جيل من الأبطال اليوم سوينا السباق بسيط بين اللاعبين الموهوبين لمبادرة تعليم وتخريج عشرة ألاف طفل وشاب الحمد لله في أربع شهور علمنا وخراجنا ستة ألاف ومئتين طفل خلال السباق شفنا بعض اللاعبين عندهم يمكن استقبل في السباحة لا شك أن هذه الزيارة تأتي من خلال حر السموة إلى متابعة جميع الأمور المتعلقة بالرياضة بصفة عامة ورياضة السباحة بصفة خاصة علمناهم كيفية أعمال السباحة كيفية تطوير السباحة وكذلك نهم بحيث أنهم يكونوا رافض مستقبلي لمنتخبنا في السباحة إن شاء الله تكون هذه المبادرة مبادرة خير وإن شاء الله نسعى إلى تجاوز الرقم المقرر هو عشرة ألاف طفل وشاب إلى ما هو أعلى وكل ذلك ينصب في مصرحة الرياضة في مملكة البحرين منذ جهر يوليو إلى اليوم المبادرة تستقطب أكبر عدد من السباحين والسباحات حيث تم احتضان أكثر من ستة ألاف سباح وسباحة وهو ما يعني الوصول إلى حوالي ستين في المائة من الهدف المنشود دورنا هنا أن نكتشف المواهب البحرينية من الأطفال من عمر ست إلى سمان تسع سنوات من بعد اكتشاف المواهب يعتمد على الفيزيكال حق الجسم نفسه اللي هو مرونة الجسم الطول عندنا وايد مهم من بعده نحن نبتدي نسقل المهارة مالتا بعطاء التمارين التقنية الفنية لتحسين السابحة وزيادة السرعة يعلمون طريقة السباحة الصحيحة ويعلمون ويدربون فينا عشان نوصل حق برنامج الموهبين عشان في المستقبل نبتل البحرين في البطوات الخارجية جهود متواصلة للجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع اتحاد السباحة جاءت لسقل المواهب الرياضية البحرينية للارتقاء بالأطفال والشباب والاستمرار في دعم البرامج التي تسهم في إبراز قدراتهم ومواهبهم الكاملة لتخريج كوكبة من العناصر الواعدة في مجال السباحة